السلام عليكم اخواتي اخواني كانت منكم تكونوا كلكم بخير ولا خير اليوم شاء الله غادي نوجد معكم بريوش كي يجي خفيف بحال لقطن وبلا دليك دغية غادي نوجده غادي نتوفو ان شاء الله كيفاش غادي لليه وغادي نديرو بحال شكل بتيب مع عمر بالشوكولات وبلا زبدة بلا طوريق بلا تجي حاجة ساهل ولكن النتيجة ولا اروع كي يجي من دك شي غادي يعجبكم نتوفو ان شاء الله ما غاديش يخليكم تك تكملو وغادي بدو يهزو فيه اول حاجة اللي كان دير كان اخضو واحد الكاز ديال الحليب وقا نضيف لي واحد المعلقة ديال الخل وغادي نحركه وغادي نخليها واحد تانية تقريبا غادي يروب لي هاد الحليب هاد الحليب هو اللي غادي يخلي هاد البريوش كي يجيه شيش بحال لقدرنا مثلا البن هانتم ما شوفو حيط البن كيما كتعرفو كيهي الشيش الخوبس كيهي الشيش بزاف الاشياء رافيتا ديرا لكم ان البن في الكيك اللي كتجي طالعا مزيان وكتجيه شيشة غادي نجيبو بلمند الكوب لما نتمحنو غادي نجيبو الكاس ديال ديال طحان ديال العصير كنضيفو في ذاك الكاز ديال الحليب والكاز ديال ما يعني عنديرو هاد البريوش اقتصادي واحد الخمارة معلقة ديال الخميرة ديال الخبز واثنا نس كاس فيت شوية ديال السكر غادي نخلي لكم المقادر مضبوطة في صندوق الوصف وكاس نس كاس ديال الزيت فيت شوية ديال الخميشة ديال الفانيلا صافيو غادي نطحن هاد الكل تكيين ساجمو مع بعضياتو ومن بعد غادي نضيف الطحين ان شاء الله بالنسبة لها الطريقة كون تدرتها مشحال هادي ها الطريقة وكاد جيزوينه ولكن كان المشكل اللي كتكن دير ما كان ديراش مختصرة كان نخلط هاد الخليط غادي نوريكم فين فين الاختلاف لتيكم من كان نخلط هاد الخليط كان نضيف ليه يمكن لكم البنات ديرو كاس واحد وتخلطو انا غادي ندير روش كيسان ديال تقيق وغادي نخلط الاخفتو من الماكينة ما تتحنش لكم ديرو كاس واحد انا غادي ندير هاد الماكينة يعني مجهدة شوية صافي كنخلطو من بعد غادي نديرها وغادي نطحن كل شي ونزيد تال خميرة ديال الحلوة ديال ثمانية كرام صافي غادي ندير كل شي غادي تخلط في مرة واحدة هذا هو دليك ديال هاد البريوش اللي كيخليه كيجي خفيف وكيجي ارتب وكيجي مهوي وكيجي وما غاديش يطيح لكم حسب بزاف منكم اللي كيقولو كندخلو البريوش وكنخرجوه كيطيح وكيولي ما عارس كيف يدير او كيولي غادي نعطاكم بقاع الاسباب اللي كيجعل البريوش كيجيكم مشقق كان اخدو الطحين ديالنا بالنسبة للطحين انا خليها خمسة ديال كووس ديال دقيق الابيض يعني خليه ثلاثة الكيسان وغادي نجيب هاد الانية وغادي نوضع فالخالي ديالي المرحلة اللي كنت لكم كنت كنديرش حالادي الاختلاف هو دابا فالوقيته كنغطي هاد 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 اللي خلط وكنخليه يختامر كان خليتاك يختامر عابش كنرجع نخلط الطحين دابا لا درتها بطريقة مختصرة غادي نخلط الكل وغادي ندير الملحة كما شتوني مشي قرصة ديال الملحة يعني شي شوية الملحة زيدة كتجي كيجي هاد البريوش ببنان بزاف صافي وغادي نخلط الطحين بشوية بشوية والحاجة المهمة نعود في البريوش اولا نقطة مهمة هي البريوش خصو يكون تهو خفيف ما يكونش تهو اه كيكون خف من من الخبز انتو ما غادي تشوفوا غادي تشوفوا العجينة كي ديرا هاد هي العجينة صافي تجمعات يعني خلطها مزيان رتليها هاد العملية بحالة تشكل صافي دابا غادي نحيي الدكشي اللي في الدية وغادي نجمعها مند لكها مند لتشي حاجة وانتو ما شوتوا النتيجة كيف ديرا هنحاول نجمع العجين ديالي على هات شكل ما زربتش ليكم هاد البريوش باش غادي تكشوفوه كله باش تمر حالة ما اكتفوتكم انتو ما كي مشتو صافي هادك الكويس اللي دائما سنقولها لكم اللي كان خوي من نزيت هو اللي تيبقى فيه شي شوية في القاع هو اللي كان ناخده اللي كان ندير به دابا كان دهن به ليدين ديالي وكان دهن به هاد هاد العجينة صافي وغادي نغطى اليها البنات وغادي نخليها تختامر تيد ضعف الحجم دياله بالنسبة للوقت ما تحدوش البنات بالوقت الحاجة اللي غادي تحدو بها هيا غادي تشوفوه تكي الضاعف وكايولي عامر هاد هاد الزلافة غا تولي العجينة الفوق حدا البلاستيك هانتو ما كي ما شفتو الحساب كوزين تكون صخونة الحساب واش الجو صخون او لالجو برد كاتبقى دائما مهمة الاختمار كي بقى على حساب الجو صافي كان دهن اليدين ديالي بشوية ديال الزيس وغادي نجمع كل شي تكشير الزلافة وغادي نزيده على العجينة من طبيعة الحال صافي وغادي نقسم العجين ديالي في اللول غادي نقسمه على جوج صافي وهذا كالنصف غادي نقسمه على ستة والنصف الآخر على ستة يعني في المجموع غادي يجيوني 12 وحدة يعني 500 غرام غادي يجيوني 12 وحدة يعني كافيين وكبارين ماشي صغار تقريبا تقريبا فيهم 81 81 كل عجين فيها 81 غرام بالنسبة للوليدات هادور صبيرة يديوها معاهم من المدرسة صافي وغادي نكوره هاد ينكوره هاد ينكوره هاد ينكوره هاد يرجع ليكم صافي مني كورتهم كي ما شفتوا نغطيهم بوحد البلاستيك بحالة تشكل ها باش نبدأ نخدم كان نبدأ من اللولة يمكن لكم تعمروها بكريم باتيسيا غا يمكن لكم أنا اليوم بغاو هولادي بالشكولات غادي ندير هاد الشكولات هولي لقيت قدامي قطعته على شكل طولي بحالات الشكل صافي وغادي نبدأ غادي نصرحها عادي حاولوا لقيت وقت تلصق لكم وليش حاجة ديروا القليل ديال الزيت هادك الكاس را تبقوا ودديروا منه صافي كان دير شكولات على هاد الشكل غادي نتبتو مزيان بحالات الشي باش ما تجينيش بكل فراغات صافي وغادي ندور غادي ندور العجينة على نفسها تلخر وليكن نوصل في الاخير كي ماشتو هادين ما ديريش في هالزيت ما ديرش في ال يعني المكان ديال اللي عمل شوية زيت وخاك وكرا من زيانة زي ما غادي ندرتو الزيت ما تكتروش ما تبالغوش انتم ما غا تشوفوا يعني القليل فقط صافي كان سرحها بحالي كتشوفو صافي ونجيب شكولات ديالي ونبدأ نجمع فيها انا راكملت بقولي الاخرين ولي درت معاكم انا اللطا ديالي را امرات بزاف منكم اللي تيقولوا لي علاش البريوش كي يجينا مشقق المشكلة لبنات كينين بزاف المشاكيل كين اما البريوش خمر لكم بزاف او لا الفران كتدخلوا البريوش والفران سخون 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 بزاف اسف والداعب اذا ادخلت وrijم العجين ديالكم يجب أن تفرقها لا تنفخ لديه أصفر يجب أن نضيف لديه أصفر حليب أولا معلقة كبيرة الكريمة لديه أصفر يضيف له أصفر ونضيف وأصفر لديه أصفر يجب أن تفعل أصفر 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 وأصفر أصفر ويمكني تشقاق ديال البريوش يكونوا كيسمعوني وكيجي هاد البريوش هانتم كيما كتشوفو كيجي ماشيها رائع بالطبط شحال قلس لي انا قلس لي في الفران 25 دقيقة خليتوا تطلع مزيان وطب ملتحت مزيان طلع 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 ومن بعد شعلت الفوق في المجموع 25 دقيقة يقدر اقل يقدر اكثر المهم دائما عينكم ميزانكم وهذا هو البريوش لكيجي ماشيها رائع اكثر من رائع شكرا للمشاهدة وعلى لي لك دايالكم واسلام عليكم استودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله